وينضم إلينا الآن مراسلانا من منطقة معين إسماعيل السيلاوي ومن الطفيلة عبد المهدي العوجين أهلا بكما واسمح لي أن أبدأ معك إسماعيل صف لنا أجواء الحزن في معين حيث شيع الأردنيون جثمان الشهيد الملازم الثاني معتز نجادة أولا قبل دقائق من الآن خرج مدير الأمن العام بعد أن قدم واجب العزاء بالشهيد الملازم الثاني معتز نجادة ودخل معه طبعا عدد من الضباط كبار الضباط وعد الأهل بعد تقديم واجب العزاء بأن لا تتوانى الأجهزة الأمنية بجلب حق الشهداء الثلاثة كما كانت لم تتوانى خلال أيام الثلاثة عن حق الشهيد الدلبيح هذه الخيمة من ورائي تعج دعوني صورة سريعة تعج طبعا بالمعزين سواء من رفاق سلاحه أو من ذويه وأهله والعشرات وربما المئات من المعزين القادمين من مختلف محافظات المملكة كما تشاهدون تقريبا كافة المقاعد ممتلئة عن بكرة أبيها بالداخل وطلبوا طبعا ممدير الأمن العام أهل الشهيد وذويه يعني بالإسراع بمعرفة من قام بطبعا هذه الجرمة النكراء نعم ابقى معنا إسماعيل وأنتقل إليك عبد المهدي العواجين عبد المهدي ودعت الطفيلة الشهيد العريف إبراهيم الشقرين ماذا تقول الطفيلة في هذا اليوم الحزين بالفعل حالة من الحزن والغضب تسود محافظة الطفيلة منذ ساعات صباح هذا اليوم منذ الإعلان عن استشهاد الشهداء الأمن العام أثناء عملية القبض على قاتلي الشهيد عبد الرزاج الدلابيح فالطفيلة هنا حالة من الحزن والغضب وظرف صعب تمر به عائلة الشهيد خاصة وأننا نتحدث عن شاب في مقتبل العمر هو من مواليد 1998 والتحق في جهاز الأمن العام عام 2017 بعد إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية وهو متزوج قبل سنة من الآن تقريبا وليس له أبناء خلال مراسم التشييع كان هناك الحزن واضح على جميع من شاركوا والألاف الذين شاركوا في عملية تشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير في مقبرة مجادل شمال محافظة الطفيلة كان هناك الألاف من الأبناء محافظة طفيلة ومواطنون من خارج المحافظة ورفق الشهيد الذين شاركوا مراسم الدفل نتحدث عن الغضب الشديد والحزن والمطالبة بضرورة القضاء على هذه الفئات التي تحدثت المندسة في المجتمع أهل الشهيد هنا يطالبون بإطلاعهم على كافة العملية أو الجراءات التي تمت خلال العملية التي ستشد فيها العريف إبراهيم ورفقها نعم شكرا لكم أسماعيل السلاوي وعبد المهدي العوجين